صباح الخير لكل المشاهدين لبرنامج الحدث لليوم وضيفنا في هذه الحلقة عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية سير جداغر ومع ضيفنا سنبحث وسنقرأ في الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن والصلاة فيما يتعلق خصوصا بمسألة أنه إذا تم التوافق على الرئيس للجمهورية فلا مشكلة أو هناك إيجابية في مسألة أسد الحكومة كيف يقرأ هذا الكلام كيف سيترجم هل من انعكاس على الجلسة المقبلة للحوار ماذا أيضا عن تداعيات الجلسات الأخيرة للحوار وما طرح من إعادة إحياء الإصلاحات أساسية وردت في اتفاق الطائف ماذا عن كل الأزمات الداخلية ماذا عن الحياة الحزبية اللبنانية أيضا أسئلة حول تحرك طلاب السائب اللبنانية ضد مقمر برج حمود وغير من المواضيع مع ضيفنا بعد اللحظات صباح الخير أهلا وسهلا فيك سيستر جزاغر في هذه الحلقة صباح الخير لأليك أهلا وسهلا فيك طبعا في عنوين كتير وإن كانت كل العنوين يعني تضغى عليها المراوحة ولكن طبعا نقرأ في بعض التصريحات الأخيرة أيضا في كلام الرئيس بري سواء فيما يتعلق بمسألة أنه مع الرئيس الحريري ظالما أم مظلوما أم فيما يتعلق بكلام إيجابي أو ربما فرص إيجابية أمام القانون المختلط كما نقل عنه أكثر من عنوان سنطرحه بكل تفاصيله وبشكل خاص أيضا مسألة برج حمود والتحرك الكتائبية اللي كتير توقفوا عنده خصوصا أنه خرجته من الحكومة بعنوين كتير ولكن كان مسألة النفاية يعني عنوان أساسي منها راح نحكي بالتفصيل كل هالمواضيع بعد موجز الأخبار مع زمي الشادي صباح الخير أكد الرئيس نبيه بري أن خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان إيجابيا في كل مضامينه وقال منذ أن رشح الرئيس سعد الحريري النائب سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية وأنا معه ظالما أو مظلوما واعتبر بري أن المرحلة تقتضي اليوم الإتيان بالحريري إلى رئاسة الجمهورية وهو يحقق الاستقرار ويبعد عناصر الفتنة وكشف بري أنه يبحث منذ شهر مع كل من طيار المستقبل والطيار الوطني الحر في المشروع المختلط للانتخابات النيابية على قاعدة 64 نائبا أكثري وأربعة وستين نسبي وأعلن أن الاتصالات جيدة مع الطرفين وسوف يستكمل النقاش في أيلول المقبل وإذا أنجزنا قانون الانتخاب نكون حققنا 90% من سلة الحل احتجاجا على إقامة مكب برج حمود وردم البحر اعتصم صيادو أسماك مرفأ الدورة معتبرين أن هذا الطمر مضرهم بلقمة عيشهم وأكدوا عدم قبولهم بأن يكون هناك مرافق للسياحة على حساب الصيادين ملوحين بتظاهرة بحرية مقابل مكب برج حمود ولفت رئيس نقبة الصيادين حن شواح إلى أن الطمر الذي يحصل يقضي على الثروة البحرية مشددا على استمرار تحركاتهم حتى تحقيق مطالبهم باشر عناصر من متطوعي الدفاع المدني اللبناني تنفيذ تحركهم التصعدي ونصبوا الخيام عند الحدود اللبنانية الفلسطينية مقابل مستعمرة المطلة حيث بدأوا بالتجمع احتجاجا على عدم تثبتهم أعلن الإعلام الحربي لحزب الله أن تنسقيات المسلحين تقوم بترويج أخبار عن السيطرة على معمل الإسمنت جنوب حلب إضافة إلى السيطرة على جمعية الزهراء غرب المدينة وأكد الإعلام الحربي أنه حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم يذكر المسلحين وقد تم إفشال جميع محاولات الفصائل بالتقدم نحو نقاط الجيش السوري والوضع حاليا تحت السيطرة الكاملة كما استهدفت طيران الحربي السوري تجمعات ونقاط انتشار الفصائل المسلحة في معظم أماكن تمركزهم في جنوب غرب المدينة ونشرت وزارة الدفاع الروسية صورا لقاذفات من طراز تيو 22 أم 3 ومقرها روسيا في خلال تنفيذها ضربات جوية مستهدفة مواقع لتنظيم داعش قرب مدينة دير الزور ومركزي تحكم وستة مخازن أسلحة وعدد من الأليات العسكرية على الحدود السورية التركية وقع انفجار عند معبر أطمى ما أدى إلى مقتل 35 عنصرا من الجيش السوري الحر وجرح نحو 50 آخرين من جماعات فيلق الشام وسقور الجبل ولواء الحمزة بحسب ما ذكرت وسائل أعلام تركية وهؤلاء القتل والجرح كانوا في عداد فريق من المقاتلين يضم قرابة 600 شخص يستعدون للانطلاق إلى مناطق ريف حلب الشمالي وقال موقع العربية أن انتحاريا تمكن من الصعود إلى أحدى الحافلات وفجر نفسه بداخلها فيما تمكن مقاتل الحر من قتل انتحاريين اثنين بعد الاشتباك معهما مرة جديدة شبحوا الإرهاب يضرب المطارات في العالم وآخره مطار جون أف كندي في نيويورك حيث أشيع عن إطلاق نار داخل أحدى صلاته لكن هيئة مطار نيويورك ونيوجرسي أكدت في رسالة على تويتر أنه لم يعتر على فوارغ طلاقات بعد عملية تفتيش للصالة رقم ثمانية حيث أفادت تقارير عن إطلاق نار في المنطقة المخصصة للمغادرة وقالت الهيئة أخلية الصالة بدافع الحذر بشكل كبير وعلى المسافرين الاتصال بشركات طيرانهم وظهر في شريط مصور وصور بثت على وسائل التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص يتطفقون إلى خارج الصالة التي تستخدمها شركات أير برلين وألاسكا أيرلاينز وأمريكين إيجل وأمريكين أيرلاينز وشركات طيران أخرى للمغادرة في ألمانيا أصيب شخص في هجوم بسكين وإطلاق نار في مدينة كولونيا فجرا فيما تمكن المهاجمان من الفرار وأفادت تقارير صحفية أن شهود عيان قدموا بلاغا للشرطة بأن هناك رجال يهاجمون بعضهم بعضا بفؤوس وعندما حاول رجل الهروب بسيارته أطلق آخرون النار عليه لكنهم أصابوا السيارة فحسب ولاحقا أوقفت الشرطة شخصين يشتبه بتنفيذ هماء الهجوم مجهول الدوافع أعطى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أوامره بصرف راتب شهر إضافي للمشاركين الفعليين في الصفوف الأمامية لعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن وذلك فور عودته إلى جدة قادما من المغرب ختم الموجز عودة إلى الزميلة كاترين حنة والبدء ببرنامج الحدث شكرا شادي برحب فيكم من جديد مشاهدينا ورحب من جديد بضيفنا سيرج داغر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية أهلا وسهلا فيك مجديد سيرج أسمحينا قبل أن نفوت على السياسي أن نعيد اللبنانيين المسيحيين خاصة واللبنانيين عامة بعيد انتقال السيد العزراء ونستفيد من هذه المناسبة كما أنت نقول للبرابرة اللي في التانين بالمنطقة أنه بلد مثل لبنان لما بتطلع فيه على سيدة حليسة بشهر العضراء بتشوف كمية كتير كبيرة من المسيحيين وبتشوف كمية كتير كبيرة من المسلمين عند مريم العضراء هذا البلد ما رح تطأ أرضه ناس برابرة جيما عصور أخرى ونحنا جماعة ما نخاف من حدا نستفيد من هذه المناسبة وما نركع إلا لألا ما حدا يخاف وتبقى المعنويات عالية إن شاء الله بنعاد عليك وعلى الجميع طبعا أيضا الوجود المسيحي قد نتطرق لأله بشكل أو بآخر خلال حوارنا في هذه الحلقة أبدأ من خطاب السيد نصر الله خصوصا ما يتعلق بالمضمون المحلي وأنه إذا تم التوافق على الرئيس فنحن منفتحون على رئاسة الجمهورية هل يمكن اعتبار هذا الأمر فتحا جزئيا لباب حل أزمة رئاسة الجمهورية يمكن أبعد كمانا بالنسبة لحزب الله أصلا كلها نحلت كنا كلنا نسأل كيف رح نطلع منها المقزة حلت من يومين عيننا الرئيس الجمهورية عيننا رئيس مجلس النواب وتبهي مع جملة أحلى شيء كان في هذا بغض النظر كيف شو رح تخلص نتيجة الانتخابات بالحال تاني رئيس بره هو رئيس مجلس النواب طبعا يعبر عن موقف طوية مع الرئيس بره لا يفترض أنه سيعين هو من يعين لا خلينا إليك فرق بين هذا الخطاب وغير خطابات نحن مثلا بحزب الكتائب يمكن عنا مرشح لرئاسة يمكن عنا مرشح لرئاسة مجلس النواب نحن شو منقول نحن اليوم بدنا رئيس بدنا رئيس مجلس النواب بدنا مؤسسات نحن على الحالتين نازلين على المجلس رح نمارس حقنا الانتخابة يلي بيربح الانتخابات رح نبرك له نتعاون معه لأنه رح نتبره رئيس لبنان سيد حسن مش هيك ابدا سيد حسن بيقول لك يا ما بتقبله بالعماد عون يا ما في رئاس هذا ما نتعبير عن رأيه المشكلة أنه عم بيعبر عن رأيه ورأيه ورأيك ورأينا كلنا يا بتقبله بالعماد عون يا ما في رئاسي بالنسبة لمجلس النواب ما في مرشحة غير الرئيس بره بغض النازل من بيربح الانتخابات تخيل لي أنت اليوم قبل ما تعبني حتى الانتخابات عارفة سلف مين جاي قئيس مجلس نواب وقدم له وردة لرئيس سعد الحريري قال له أنه نحن خي منفتحين على قصة رئاسة الحكومة أنه منحكي منشوف زي ما نقبل فيه كيف فهمتوا هيد الوردة يعني اللي قدمت لرئيس الحريري يعني بمحال كان عم بيحكي طبعا دون أن يسمي طبعا بس اللبنانيين سياسين فهمني يعني قبل كان عم بيقال أنه بعد الأمور مع رئيلي لأنه كان عم بيطلب ضمانات وكأنه الرئيس الحريري عم بيطلب ضمانات من العماد عون على رئاسة الحكومة وأنه حزب الله معارض حزب الله قال له يا خي أوكي بركي منقبل فيك بقى أنه بمعنه نحن منعين الرئيس ونحن منعين رئيس مجلس نواب منحكي بعدين بصة الحكومة ما في فيتو عليك منحكي فيها نحل يعني خلق أنه كمان هل بتشوف أنه رمى الكرة سيد نصر الله يعني في ملعب الرئيس الحريري هو رمى الكرة بالزمال ملعبنا كلنا سيد حسن الرئيس حزبي أنا ما بقبل يطلع رئيس حزبي رئيس مجلس بهيك يا بنا أوفلان هلأ هون بقى كمان ومطلوب ومفتكر هذا سيكون قد يتفعل رئيس الحريري لأنه كمان خلق نكون ويعيين يعني اليوم يلي بيجي رئيس حكومة هن الناس الأكثر شي عندها تمثيل بالطائفة طبعا رئاسة الحكومة اللي هي طائفة سنية وإلا البلد بيتشنج وشفنها يعني اليوم فيه رئيس الحريري اللي بعتقد هو الأكثر تمثيلا عند السنة ولما عم بيكون فيه خروقات مثلا بالانتخابات البلدية إجت من أشرف ريفي إلا إذا كمان بركي بفضله أشرف ريفي ما بعرف بس أنا من أكيد بقى بفتكر فيه مصلحة للجميع بوصول رئيس الحريري لجئة أسطر حكومة وعتقد ما حدا عنده مصلحة يربح حتين جميلة من كيسه يعني بقى هون كمان المنطوب من الرئيس الحريري يأخذ موقف لازم لأنه بحديد ما حدا ما حدا يعني يقبل هيكي يجي بهالطريقة الفرد يعني لا بالرئاسة ولا بقاسة مجلس النواب ولا بقاسة الحكومة يعني اليوم هذا المنطق ما بيمشي معنا ما بتشوفه يعني أنه اليوم كما قرأنا يعني في بعض التحليلات وصول الرئيس الحريري إلى رئاسة الحكومة يحتاج أيامور بممر إلزامي وهو العماد عون هذا اللي عم بقوله سيد حسن بس نحن لا ترونه هذا هو الواقع لا والله إذا بدنا نكون هون بعيدا عن المبدأ حزب الكتائب اللي عم بيحكي فيه انتلاقا من موقف مبدأي ولكن آخر شي فيه واقع فيه موازين قوة والله ياليت فيه أطراف أساسيين هم يتحكمون بكل هذه الأسبقاءة ياليت بقدر أعطي موقفي بعيدا عن المبدأ مثل ما نحن مشكلتنا من 80 سنة إلى اليوم ما قبلنا نعمل شي بعيدا عن المبدأ يعني نحن لو بقى نخدع اليوم كنا خدعنا قبل للسوري كنا خدعنا قبل للفلسطيني كنا خدعنا قبل لغيره نحن أصلا ما بيمشي معنا هذا أسلوب الخضوع فلا أنا بلاقي إنهما هذا الكلام مرفوض بالآخر بيس الحريري قادر يوصل على قاسة الحكومة مش من هذا بس أحلى لما نحكي عن واقع بعيدة عن المبدأ عم نحكي عن واقع ليس فقط محلي عم نحكي عن واقع إقليمي وعن واقع دولي يعني اليوم سيد حسن عم بصور حارة وفريق منتصر الشي اللي بيحددها هو نوارف وموقعات وتطورات تطليمية ودولية في اتنصار بالمنطقة أو دول لأي أبناء في أفريقا لا حد هلأ لا إذن ما حدا قدر يفرض شي أعزب أن نمشي ما حدا قدر يفرض شي إذن كيف تفهم كلم السيد نصر إذن ما نفرض كما تقول يحاول أن يفرض يحاول أن يعين كما اعتبرت طالما أن المنطقة لا انتصار حتى الساعة لأي فريق كيف يصرف هذا الكلام أو ما هي الرسالة التي أريد إيصالها طالما أنه لا انتصار لأي فريق في طريقة تعاطي من جديدة من عشر سنين لليوم في طريقة أنه نحن منتصرين وأنتم مهزومين واللي بتقدروا تاخدوه هلأ أفضل من اللي بتقدروا تاخدوه بعد ستة شهر أو بعد سنتين وانقالت لنا كزا مرة قبلوا هلأ بهاي وإلا قبلوا هلأ بهاي دلق في ناس ببعض المراحل بتقرر تخضع أو تساوم أو تنطر أو تقبله نحن منا من هذا النوع فنحن أساسا هذا الكلام مرفوض ما منمشي فيه وما منقبله ببساطة بس كتير أطرس مسيحيين أساسيين ماشيين فيه وهذه نقطة قوة لا هذه نقطة ضعف لا تضحض نقطة قوة بأي معنى أنه تضحض ما تقول نقطة قوة لصالح حزب الله لأنه تضحض ما تقول هو يحاول أن يفرض رئيسا للجمهورية هذا الرئيس الذي يدعمه حزب الله يدعمه أيضا القوات اللبنانية وهو طرف مسيحي أساسي اليوم في لبنان هذه بعتقد لب المشكلة اليوم بيننا وبين القوات اللبنانية مع أنه إذا بدأ بفترة طويلة حزبين حليفين ملتقى على كتير من الأمور السيادي وبعدنا ملتقى عليها يمكن لي منزل فيه اليوم مشكلة بين قتائب القوات هي تحديدا هذه ترشيح الإماد عون طبعا مش لأنه نحن مع أو ضد أو بغض النظر فيه مرشح إجا أن حزب الله هيدا المرشح اللي بكتقبلوا فيه وقال له هتضلوا بلا رئاسي وهتضلوا بالفراغ بس هون القوات مقتنعا أنه الحزب لا يريد لا يريد العماد عون مش هكي كمان كلام سيد نصر اللي عطبير إحراجا للقوات بهذا المعلوم هل مرجع لها نحن ملنا بالآخر ولاد صغار عم نعمل إنكيات ونشوف مين بيقبل فيه السيد حسن نصر الله قالنا من سنتين ونصف إنه يا العماد عون يا ما في رئيس يا فراغ نطرنا وجربنا وجينا بمرشحين وجشحنا الدكتور جعج عبد الأول وحزب الكتائب نحن نزلنا انتخبناه وكنا رافضين لمنطق حزب الله يجو اليوم بفتغة القوات الأدنية مؤخرا عم بيجو يقولونا إنه خيطة إذا بنخرج من الفراغ ما في حال غير من انتخب العماد عون نحن بالنسبة لأنه هذا خضوع لمنطق حزب الله يلي نحن رافضينه مش إنه إذا تركونا بفراغ مش إنه إذا تطولوا مش إنه إذا طالت الأزمة مهوح من تبنى مرشح حزب الله خاصة إنه خليك بزيق معي لأنه كمان نحن اليوم في نطرح علينا بأي لحظة انتخاب العماد عون أو سلامان فرنجية أو غيرهم كيف أنت بتقيمي هالمجشح إذا بتمشي فيه أو لا تجي بتقولي انتخب واحد بدي يكون انتفق معه بالسياسي هذا المنطق لأن نحن بالآخر من نبوتة أصحاب معزومين على العشن نحن بالآخر اليوم مسؤولين بهذا البلد في مواضيع مهمة مطروحة يعني مثلا تحييد لبنان عن الصراع يلي نحن والقوات معه هل العماد عون بيمثل هذا الشي لا لأنه عم بيجي يقول أنا بيضم الفريق بهذا المنطق سلاح حزب الله يلي نحن والقوات منقول نحن ضد سلاح حزب الله هل غير العماد عون بهذا الشي لا تدخل حزب الله بسوريا لنحن والقوات ضد هذا الشي هل غير العماد عون باشي لا اليوم مرشح صار لك عشر سنين بتقولي لجمهورك أنا ضد هذا المرشح لأنه 1, 2, 3, 4, 5 الـ 1, 2, 3, 4, 5 بعضهم برشحوا بس الجمهور اقتنع نوعا ما مبعا لا مناكد مناكد تفهم هذا الموضوع خصوصا ما أنه الخيار هون كان محصور يعني بين أما سليمان فرنجي وأما ميشيل عون فحصل الخيار وتم التفاهم في كتير ناس منام اقتنعوا بتأمل هالناس وتكون أكتر منام اقتنعوا وبرجع بقليك بالآخر نحن والقوات منا بعض عن بعض نحن نرجع متمنى بهالضيقة وبهاللحظة وبكل دقيقة خيه هلأ طرح هذا الخيار أخذ وقته ما وصل أنا بتمنى بأسرع وقت على جفاعنا بالقوات المنيني ومتمنى بتمنى نفس الشي على جئيس ساعد الحريدي بموضوع سلامين باك فرنجي يطلعوا من هذه الترشيحات لأشخاص هن عكسنا بالسياسة ويمثلوا عكس أنعاتنا بالسياسة مع احترامنا الكامل لإلهم ولا شخصهم ولا تمثيلهم أنا ما فيني أجي أقول اليوم عماد عم المسي ما فيني أجي أقول اليوم سلامين فرنجي يمنوا حدا بالبلد أنا عم بيجي أقول هؤل الناس بيمثلوا عندهم كل الاحترام إنما هؤل الناس أخصامنا بالسياسة من غير الطبيعي نرشح أو ننتخب أخصامنا من غير الطبيعي شوفي اليوم ولا الريبوبليكنز بأمريكا عم ينتقبوا مغشح الديموكران أو تشوفوا بفرنسا ولا اليمين عم ينتقبوا الياسات في شي مش طبيعي ما فينا نبقى نتعاطى مع اللibnaniين كأنه اللibnani ما بيقشع وما بيحاسب وما بيسمع ولا فينا نتعاطى مع اللibnani كأنه كيس بطاطا يعني أنا عندي 10 كيس بطاطا وأنت عندك 10 كيس بطاطا نتفق أنا ويقصل عنها 20 كيس بطاطا لا 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 اللibnaniين ما أنوا نستعمل كلمات باللبنان ما عليش بيهمني هيك تجيير شو عندك قوة تجييرية منتحالف منجير شو يعني منجير شو شاك كيف يعني بتجير بتجير شي خير قالك بتجير مصرياتك بتاخد شاك بتبرمه بتمضيه بتوديه كيف يعني منجير انه والله منجمع ومنجير ومنعمل قالوا اللابنانيين هيك انه في شي غريب كيف عم نتعاطى مع الناس في شي غريب بس انتوا حزب كمانا يعني كانوا مشارك بكل هذه الأمور انتوا حزب بالسلطة لأ يعني اليوم ما في حدا نشارك بالسلطة إلا ما مشي بهذا الواقع الموجود ولو كان سيئ يعني لأنه نحنا بكل المراحل اعترضنا عن كل الاشياء المنا متنعين فيه وأصلا ليش دايما التمييز الكتائب الكتائب حمين سلهم بالعرض انتوا شو بكون منكم يعني هلأ ابنا نحكي عن التمييز لأنه بمحل ما عم نقبل الاشياء المش منطقية أنا يجي اليوم عماد عون يتقارب معنا بالسياس بالأربع خمس سنة أنا أتقول يا أخي أنا أريد سلاح واحد بلبنان أنا مع تحيي أنت منظر بداية وجهت له أسئلة معينة حول السياسة أنا مع تحيي لبنان عن الصراع أنا أخيي بسوريا لأني مع المعارضة ولأني مع النظام روح منتخبوا بكرة أنا أشو عندي مشكلة شخصية مع العمل بعيدا عن وقف الكتائب هالشياء اللي صار بتشوف أنه هو بداية بناء حل لرئاسة الجمهورية أنا مانا شايف أنه في حلول قريبة على كرحال تلتر بيع الناس المنخرطين برحل وهم منخرطين فيها أنا عارفين مش هتوصل يعني نصف الناس اللي مرشحين الناس مرشحينهم لأنعيفين ومش هيوصل مانا لسالة مثلا البعض شايف أنه ربما إلى السعودية من خلال هذه الإيجابية حيال الرئيس سعد الحالية ما ما خلّى شي بسعودية ما حصل بالمؤتمر صحفي صار فيه هجوم عالي على السعودية صار فيه وردة لسعد الحالية وصار فيه وردة لداعش أنه أنتو بركة مغررين فيكن وعم تغلط ومش هتنتبه شو عم تعمل وبركة كيف فهمت الوردة لداعش دعوي للتسويات يعني دعوي للتساعدات لتسويات أنه أنتو مغرر فيكن وكذا وأنه مش أنه مش أنه أنتو برابرة يعني أنه أنتو مغرر فيكن هي نتيجة شو؟ ما بعض يمكن نتيجة تطورات بالميدان ما بعض ما بقدر أعرف صعودية مش كمامة واستغربتها ليش ما رد الرئيس الحريري تغري برأيك بحسب تحليقهم يعني على تعودنا بالفترة الأخيرة يسارع الرئيس الحريري إلى الرد هذه المرة كان في شيء هو معني فيه مباشرة وشيء أساس لرئاسة الحكومة وهذه المبادرة الإيجابية حياله والانفتاح لماذا لم يحصل الرد بانتظار ماذا بحسب تعليقهم ما بعرف بس أنا بشجر الرئيس الحريري يرد بأسرع وقت على هذا المنطق يرد بأي أتجاه المنطق الفرد ليس الرئيس الحريري بحاجة للعودة لرئيس الحكومة برأيك أكيد ليس بحاجة من هذا الطريق لأنه أكيد كل إنسان مننا كرامته وجمه وأخلاقه وفكره أهم بكتير من حال لمركز معه بس حزب الله ممر الزام إلى رئيس الحكومة بالنسبة للرئيس الحريري أعتقد كمان الرئيس الحريري منه حابتين بالبلد كمان ومنه دايما مفروض يوصل عن طريق حزب الله وبيعتقد إذا بديوصل بشروط حزب الله أنا بعتقد أنه مستغني عن هيك وصلة وإلى آخر ما أم أم برجع باللي مهم كيف توصلي إذا بك توصلي خاض على حدا أصبت ما توصلي هذا رأيكم الرئيس الحريري مستعد لتقديم تنازلات في مكان آخر مقابل التسهيل فيما يتعلق بالعماد عم هذه مسألة اليوم هذا موضوع بيعني الرئيس الحريري خلي الرئيس الحريري رد علي أنتم ما كون شايفين شي جديد ولا أي خطوة ممكن تأدي إلى نحن شايفين تطور بالعنجهية بلا في شي جديد يعني كل ما قالنا عم نطلع درجات كيف بدأ ترجم بجلسة خمسة أيلول الحوالية برأيكم نحن عاكر حق بكل الجلسات كنا عم نعطي رأينا بل هذا الموضوع وأساسا لما نحكى بالسلع بطبيق الطائف ذكرنا الجميع وافتكر كما في رئيس حزب الكتائب ملفت أنه وقتنا نبلش نحكي بتطبيق الطائف نحن أكيد مع هذا الشي هذا الشي بيبلش بوضع السلاح كل الأفريقائي اللي أنا على الأرض تحت سيادة الجيش اللبناني يعني ما فيه واحد يقرر يبلش الطائف يبلش يطبقه من الباشفينت كاتر بدنا نبلش من الأول بدنا نطبق الطائف كتير منيح سلاح بأيد الجيش اللبناني بس سيادة الوطنية عن كل البلد ومنحكي بعدين بكل الإصلاحات بأونه خب نحكي الوطنية بس منا انتقائية لما يجب إدارية ومجل الشيوخ كله كتير منيح بس كله بدو يجي بالتراتبية المزبوطة طبعه نحن أصلا من فترة حكينا عن أهمية تطوير النظام بس حتى وتطوير النظام حتى مجل الشيوخ حتى إلغاء الطائفية سياسية في إلون طريقة بالدستور هذا البعض هلأ كتير مستغرب المحدة عم بيحكي فيها خاصة قيمين على الدستور يعني هلأ أجل قالوا إذا بدك فوت بالموضوع يحابي بقرارك شغلتين مهضمين لأنه ما بعرف كيف فات مهضمين من الدستور يعني نعم تعرفين من الدستور عنا بلبيان وجهة نظر نص نكتة نصف عم ينحكي هلأ كتير على إنشاء مجل الشيوخ صح والغاء الطائفية نعم نرجع للدستور وهون عم بتوجه للقييمين على الدستور بالبلد نذكرهم بهذا الشيو المدى 95 من الدستور هذا الطائف اللي بدنا نطبق لنا عم بيقول لنا بدنا نطبق الطائف على مجلس النواب وهم بهمني كتير الناس تسمعين هذا الشيو والإعليم يأخذه ونكفي نحكي عنه لأنه مهم على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين المناصفة فعلية جدية اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية كيف؟ وفق خطة مرحلية وين خطة مرحلية كتير منيح وتشكيل هيئة وطنية يجب أن نشكل هيئة وطنية مين رئيسها؟ برئاسة رئيس الجمهورية أنا ما على علم اليوم في رئيس جمهوري إلا إذا في حد اعتبر حاله اليوم رئيس جمهوري بالوكالة برئاسة رئيس الجمهورية تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكافية بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلس النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية إذا هذا الأصلح بحاجة إلى وجود رئيس يكون في أول شيء ينتخي برئيس الرئيس بيشكل هيئة هيئة تجتمع شو كان الرمد لأنه مهمة مربوطة فيها المدة 22 من الدستور لأنه بتكمل هذه مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفة بس ننتخي بمجلس نواب لا طائفة يستحدث مجلس الشيو تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصري فإذا تطبيق الطائف is the process بيجي رئيس جمهورية بيشكل هيئة رئيس مجلس نواب وغيرهم هن أعضاء بالهيئة مانون رؤساء هيدا الهيئة هيدا الهيئة بتدرس كيفية الغيئة الطائفية السياسية بتعمل قانون انتخاب نعمل انتخابات خارج القيد الطائفة لما بيطلع مجلس نواب خارج القيد الطائفة نستحدث مجلس شيو طيب شو يلي خليهم بجلسة الحوار يروحوا على كل هيدا الإصلاحات عساس كنا متوقعين شي أنه ثلاثية الحوار وحكينا عنها قبل بشهر وأكتر بالإعلام وناطرينا على الساس أنه في رئاسة جمهورية وقانون انتخابات هل هي يعني علامة إفلاس في كذا شغلة خطيرة أولا مضي على الوقت أو فعلا كان في جدية للذهاب نحو إصلاحات معينة بمعزل عن وجود رئيس للجمهورية أولا في محاولة إلغاء أي تأثير لرئيس جمهورية في لبنان وإصال رسالة لأنه مع رئيس أو بلا رئيس ما بيأس والتعمية على كل المواد الدستورية اللي هلأ اللي طيلي كيها لأنه ما نرأي حزب الكاتير هذا الدستور اللي كل اللي اللي عاديين على الطاولة عم بقوله بدنا نطبق الطائف بدك طبق الطائف للمسلح حزب الله بكتلاقي طبق الطائف نزال على مجلس نواب انتخب رئيس خلي شكل فيه بروسس إلا يا زخي كل شي ببلد جلسة 5 أيلول كيف رح تستكمل هيدا النقاش اللي انتهى بإخر جلسة بإخر جلسة وميحي اللي كان على الطاولة رد الأمور على نصابة ومن النصابة اللي مطلح ما كنا فيه من هناك وعم بيحضر المفاجأة على جلسة 5 أيلول عم نحضر طريق بفتكر صارت المفاجأة بلبنان تصارها في الطريقة طبيعية هيدا أكبر المفاجأة هون مع الدستور شو هم بيحضر عمليا فيه أوراق عم بيحضرها عم نسمع لي جلسة 5 أيلول سيقدمها للمتحولين على الطاولة تنتسلها بالمناسبة بالمناسبة هون بقى بدأت توجه للقوات البنية بزي بالدكتور جعجع بزي لقل له أنه اليوم عدم الجروس على الطاولة لا يؤدي إلى أي نتيجة اليوم مواجهة هالأمور الخطيرة على لبنان وعلى وجود مسيحي في لبنان ما بتصير لا بمؤتمرات صحفية ولا بالغيابة عن الطاولة نحن منطلب من القوات البنية رسميا الانضمام إلى طاولة الحوار لأنه فيه أمور كبيرة عن تناقش في البلد ما لازم يكون هذا الموضوع بس متروك على عاتق حزب الكتائب ولا أن يكون عمي عمي هذه المواجهة نحن بحاجة إلى القوات البنية إلى جنبنا على الطاولة العدم الجروس إلى الطاولة غير مفيد بس اليوم أنتو خرجتم من المؤسسة من المؤسسة اللي هي مجلس الوزراء يعني بوقت أنتو عم تدعو القوات ليدخلوا على هيئة الحوار الوطني أو ما بعرف شو اسمها يلي هي يعني ليست إطار مؤسساتي صحيح منا إطار مؤسساتي يعني بوقت أنتو خرجتم من المؤسساتي شو عم تدعو القوات للدخول إلى شيء وأنت خرجتها من ما هو أهم من هيئة الحوار الوطني الحكومة من الأساس لما نعملت نعملت لها تعيش لتأربعة شهور بتركي بتقو رئيس هذه الحكومة إجراء بشكل واضح ما تجيبوا الملفات السياسية عن الحكومة ما رح نقش بالسياس أصلا ما فيني أش سياسة كم بهذه الحكومة ما في يعني الموضيع أنا بحيكي فيها أصلا مش مطروحة مش وزراء ولا رئيس الحكومة قابل يطرحها ولا أصلا الوزراء والنقاشات السياسية اللي عم تطرح على طاولة الحوار أنتم اتنعين رح تود إلى محال بغض النظر أو هي فقط للمحاولات ومضيع على الوقت لا لا مش مظبوط يا ريت تعبئة للفراغ الموجود في الداخل أول شي مفهوم النقاش والبنين لازم يستمر يعني بالآخر القيادات والبنين لازم تلتقى شي محال مظبوط هي طاولة مانا دستورية أنا موافية ومن هيك أصلا التشنجات الموجودة في البلد وصل المحل ما عم يحكوا ما عم يتحولوا وظيفة هذه الطاولة يلتقوها القيادات في البلد ويحكوا لأن بالآخر حتى الوزرائي اللي داخل الحكومة ما عندهم أصلا قد يأخذوا قرارات من دون العودة إلى مرجعياتهم السياسية المرجعيات السياسية موجودة على الطاولة من المفيد نخليها نبقى عم نتنقش عليها لأنه بالآخر البدير عن الحوار هو الحرب كلنا بفتكر معهم صحيح بس وعدم مشاركة القوات يعني كان تبريرها وتفسيرها يعني عدم ثقة بأن هذا الحوار سيؤدي لأي نتيجة بناء على تجارب سابقة لأنه حصل الطاولات حوار سابقا ولم تؤدي لأي نتيجة فريق خصمك بالسياسية وأكيد ما في سئة بينك وبينك مش معناتها بتهرب من القاعدة معه معناتها بتقعد على الطاول بتواجهين يعني نحن بآخر ليس هروبا هذا ربما يعني مصارحة للبنانيين أنه ما نقض على طاولة حوار نعمل حل عم نحكي بأمور أساسية ومع من نوصل لأي نتيجة بالنهية يعني إذا تعرف شو رأي اللبنانيين بطاولات الحوار يعني ما بأحدا عم يتبع لأخبار يمكن يمكن بس النقاش عم بيسير عم بيحكي جديا نقاش كتير مهم وعم ينطرح أمور كتير مهمة يعني أنا بدي أخد للاحظة مثلا لو نحن ما كنا على طاولة حوار بإخير جالسة وانطرح مثلا قانون انتخابي خيرج القيد الطائفي اليوم مع مجلس الشيوخ اليوم بغياب الرئيس نحن لو ما كنا على طاولة كان مر شو كنا عملنا كنا جينا قلنا والله طاولة الحوار أصلا مضي على الوقت كان مر جديا كان مر أنت بتشوف أنه كان مر أكيد كان مر مسألة مجلس الشيوخ بطاولة الحوار لأنه فيه فريق طرحه وفيه فريق الثاني جيري وانه يلا وبلش النقاش بشو البنود شو هي القصص اللي بتنطلح على مجلس الشيوخ وهالبند اي وهالبند دا كيف ننتخب أعضاء مجلس الشيوخ وفتح الحديث وصرنا أنه والله حنبدتوا عادين عن طاولة يعني لو ما يلتقى والله سامي جميل بطاولة حوار أولي يا حبيبي وانراهين وين هون كانوا طيار الوطن الحر يعني والوزير جبران بسيل وزير جبران بسيل بقدر هذه الجلسة هني بقدر يحقان حالهم لا بأنه عم تحكي أنه كان مر لو لا التائب اللبنانية بشعر أنه ما كانوا مرتحين لهذا النقاش بس ما بعتقد كان في موقف حازن يمكن لمجموعة من الاعتبارات العلاقة يمكن اليوم بالتحالفات والتوازنات وواواوا بس أنه ما كان فيه مواجهة جدية للموضوع بس برجع بليك أنا بشعر أنه الوطن الحر كمان منه راضي اللبنانيين مقتنع أنه كان رح يؤدي إلى مجلس شيوخ وإلى كل هذه الأصلحات بوقت أنه على رئيس جمهورية مش قدرين نتفق ومطرين التوافقات الخارجية ومعارك حلب ومعارك اليمن الأفريقاء اللبنانيين عطاول الحوار عندهم أكتريات نيبية إذا حسوا أنه مصلحتوا يمرروا شي بمرحلة معي يمرروا إذا اليوم حتى لو اتنين أقصان بالسياسة إذا التقوا على شغلة فيها مصلح على اثنين بمرقوع ما فيش بمنع مرقوع طيب اليوم إذا بدأت أرجع لخطاب السيد نصر الله وانعكاسه على طاولة الحوار بخمسة أيلول منتوقع شو استكمال لنقاش حول مسائل إصلاحية بعيزا عن رئيسة الجمهورية وقانون الانتخابات أو أنه فعلا ستتبدد إيجابيات معينة من اليوم وحتى خمسة أيلول بناء على كلام الرئيس بري عن قانون الانتخابات نحكي عنه بعد الصحف وبناء على كلام سيد نصر الله عن الانفتاح على مسألة رئيسة الجمهورية لك ما بدأتنبأ بس اليوم فيه أكيد محاولة لسير بهذه الإصلاحات من ضمن سلة معينة نحن عم نجي نقول ما أننا مسكنين نناقش أي واحد من هذه المواضيع على فكرة كمان لأنه أود بنحكي عن السلة أنه هل أنتم مع السلة أو ضد السلة ما إحنا خيللنا مع السلة أو ضد السلة أساسا السلة بعتقد المواضيع المطروحة فيها هي نفسه جدول أعمال الحوار لأنه بالآخر بتسلي عن شو عم نحكي عنها تقاسي عم نحكي عن قانون الانتخاب عم نحكي عن إصلاحات معينة عن اللامركزية طب هول نفسهم هن موضوع الحوار نحن لو مش قابلين ننقشهم ما كنا عادي عن طاوط الحوار بس مش يعني إذا عادنا عن طاوط الحوار يعني منغيب الدستور يعني منغيب الرئيس يعني والله منغيب على إقرار إشياء مصرية مثل هذه خارج إليات الطائف إلاحة حنص عليها الطائف إذن حتى أنتقل للصحف بهذا الموضوع محضر شيء مكتوب طبعا الشيخ سامي الجميل حول مسألات حول كل المسائل وتربطها ببعضها ونحكي أنه المركزية الإدارية كمان نعم بيحضر عنها شيء يعني بكل تطبيق أساسا فيه عنون موجود كتير منيح يعني بأن إحنا ملوكة أنت بديك تموت شغلك لقيه ليا لجنة يا جرور بس أنه اليوم في مشروع لا بأس به كان مقدم على عهد الرئيس لحود وإذا بديك بلجنة كان عم يشتغل عليها الوزير برود من حيي بالمناسبة عنون ممتاز يمكن في محالات بده هيك بعض الأمور بده تثبيتات بس في شيء بده دولة طبعا خلينا نقش بده دولة بده أول رئيس وبده مصلحة المسيحيين بتبلش بأنه ننتخب رئيس لأنه إذا رح نقعد على طاولة مفاوضات كان اسمها طاولة حوار أو مؤتمر تأسفيسي أو محال تعديل النظام بغياب رئيس رح نصير على منفاوض على وجود الرئيس يلي حريص على المسيحيين أول شي بيعملوا بيحط بس طاحته على جنب ومنأمن انتخاب رئيس أي رئيس؟ وبيقعد لكن السؤال أي رئيس؟ ومنقعد على الطاولة بحضور الرئيس وبيترأس الطاولة الرئيس وبيترأس لجنة إلغاء الطائفية سيسية الرئيس وبيفرض الرئيس شروطه على الطاولة وهو قائد على القوى المسلحة وبيضرب إيده على الطاولة تفريغ كرسي الرئاسة منه مصلحة المسيحيين وأي رئيس هذا كمان شي مهم هو الرئيس يلي بيقدر يجمع الكل حواله لأنه الرئيس يلي هو فريق منه أقوى من الرئيس الجامع يعني لو اليوم في حدا بيعتبر أنه والله هو بيمسر الرئيس التوافق هو الضعيف لا لا منه توافق هو رئيس جامع قوي وبدألك شغلة إذا اليوم تنقول فيه العماد عون فيه وراء الطيار والقوة فيه سلامان فغنجية وراء المردى والطيار المستقبل وغيره أقوى رئيس هو اللي حيكون فيه وراء القوة والطيار والكاتائب والمردى على كتير من الناس الحضاريين التطوريين المستقبليين الجامعيين خرج الأسماء الأربعة الأساسية المحروفة نعم لا تابع بها وهم الأسماء الأربعة على فكرة ما بقى حدا يقول أنه طلعنا على بكركة قلنا أنه ما في غير هالأربعة مش مظبوط نعم لأتابع معا بها لهم حق يتلشحوا بس ما قلنا أنه بس هيدول الأربعة فيه كتير أسماء في لبنان اليوم منهم بمحل من الصراعات حاجين حالا عن الصراع مسيحيين وطنيين لبنانيين عندهم رجية نجحين كم يوم أنه فيه على الأقل سبع أسماء خارج الأسماء أصلا نحن نحن سمينا أسماء نحن معنا كان عنا جئيس حزب المغشح نحن اليوم سمينا زياد بارود سمينا نعمة فريم سمينا شامل وكوز شامينا سمينا روجيديب فيه مئة زلمي في لبنان اليوم ما فيك تزايد عليهم لا بوطنيتهم لا بفكرهم لا بحيادهم حيش بقى نقول للناس يا فلان يا يدل ويا تعتيري إذا ما صير لبنان وإذا ما صير المسيحيين معلق بشخص واحد مين مكان فعمره ما يرجع إنه إذا فيه معافة دي ماليون ونصف مسيحي في لبنان مش قدرين غير زلمي واحد إذا مش هو وضعنا كارسي تبقى الله يتطول بعمره يعني إذا عامل يجريب شو منعمل منه يجر من ضب الشنطة ويلا ما بقى نقول يعني ما مرفوضة الكلام رح تابع الموضوع إليك أسمحني أنت للزمي الشادي والجولي اليومي على الصحف خليكم معنا شكرا كاترين بطبيعة الحال الشغور الرئاسي لا يزال يشكل المادة الدسمة في مقالات المحللين السياسيين في الصحف والبداية ستكون مع صحيفة السفير وكتب عماد مرمل هذه رسائل استيمان فرنجي للحلفاء والخصوم لأن رئيس طيار المرد استيمان فرنجي يشعر بأن لحظة انتخاب رئيس الجمهورية لن تنضج بعد قرر أن يملأ الفراغ على طريقته الخاصة وضب حقائبه وأعد العدة وغادر أمس الأول متوجها إلى الخارج في رحلة صيد ستدوم قرابة أسبوعين وتقول مصادر مقربة من فرنجي أنه لا يرى رئيسا للجمهورية في الأفق مستبعدا أن تكون هناك فرصة حقيقية لانتخاب رئيس قبل حصول حوار سعودي إيراني لا يبدو قريبا وتشير المصادر القيادية في المردى إلى أن فرنجي يرفض أن يحمل الحريري ما يفوق طاقته إذ أن الحريري هو في نهاية المطاف من قيادات 14 أذار ومع ذلك رشح فرنجي إلى الرئاسة واستمر في ترشيحه حتى الآن أي قرابة عام وبالتالي لا يمكن الطلب منه أكثر من ذلك وتعتبر مصادر بنشعي أن عون كان دائما يحاول افتعال مشكلة مع فرنجي الذي كان في المقابل يتهرب منها باستمرار إلى أن استشعر بأن الجنرال يريد أن يلغيه فاضطر إلى الدفاع عن حقوقه السياسية وتشدد المصادر على أن علاقة فرنجي بالسيد حسن نصر الله سوبر استراتيجية وسوبر ممتازة أما الرئيس نبيه بالري فله مكان خاص في بنشعي ساخرة هذه المصادر من الكلام المتداول بين حين وآخر حول أن فرنجي على خلاف مع السيد نصر الله طارة ومع الرئيس بشار الأسد طورا وفيما يخص وفيما خص رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع تصر مصادر فرنجي على أن الحافز الأساسي الكامل وراء دعمه لترشيح عون هو قطع الطريق على أمكان وصول فرنجي إلى الرئاسة مفترضا أنه سيلغيه أو يقصيه وهذا ليس صحيحا لافتة الانتباه إلى أن جعجع سيتقاسم المقاعد المسيحية في جوال لبنان مع الطيار الحر في أي انتخابات نيابية خصوصا إن تمت على أساس قانون الستين ومرجحة أن حصة القوات ستكون متواضعة خارج جبل لبنان لسيما إذا لم تتحالف مع الحريري وأنتقل إلى الصحف العربية ومنها صحيفة الحياة وما ذكرته أيضا بشأن ملف رئاسة الجمهورية خلط الأوراق يعيد الرئاسة إلى المربع الأول وفي التفاصيل أوضحت مصادر الحياة أن الاستحقاق الرئاسي عاد إلى المربع الأول كما أن الرئيس سعد الحريري لم يعد من وجهة نظر العماد ميشيل عون العائق الوحيد في وجه عدم وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى معتبرة أن عون أظهر ارتياحه بقرب انتخابه رئيسا معتمدا على بعض المواقف التي تصدر عن هذا الجانب أو ذاك في الوقت الضائع مشيرة إلى أن حزب الله بدعم من القيادة الإيرانية لا يحبذ انتخاب الرئيس في الوقت الحاضر لكنه لا يعيق انتخابه في حال توفرت له الضمانات بأن حليفه عون سيكون صاحب الحظ في التربع على سدة الرئاسة من دون أي منافس وكشفت المصادر أن الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله لم يغلق الباب في خطابه الأخير في وجه عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة لكن مسؤولين في الحزب كانوا أشاروا في لقاءاتهم مع عدد من الأفريقاء إلى أن فتح الباب على مصرعيه لمصلحة الحريري يتطلب من الحكومة طي صفحة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ووقف تمويلها والتعامل معها كأنها لم تكن وأتابع هذه الجولة وأصل إلى صحيفة الديار وفي صحيفة الديار إطاحة ثالثة لقانون الانتخاب أبدت مصادر سياسية مراقبة عبر صحيفة الديار مخاوف عدة مما يتحضر من جديد في الكواليس السياسية الانتخابية بحيث بدأت رائحة تمديد ثالث تظهر بقوة مما يعني خراب البلد وعودة الطاقم السياسي عينه ورأت المصادر أن هذا يعني أن الاتفاق على قانون جديد بات مستحيلا لأنهم سيكررون حججهم بترد الوضعين الأمني والسياسي ما سوف يدفع النواب إلى اعتماد التمديد لأنفسهم من جديد وأوضحت المصادر أن بعض الأحزاب والطيارات يفضلون ضمنا عدم إجراء الانتخابات النيابية ومنهم طيار المستقبل لأنه يرفض الدخول في معركة إثبات وجود على السحة السنية في ظل وجود نفوذ لبعض القادة السنة ومنهم الوزير المستقيل أشرف ريفي الذي فضح اللعبة الانتخابية في أيار الماضي بعد فوز لائحته البلدية وتبيان مدى حجم الزعماء السنة الآخرين في ترابلس كذلك الأمر بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي لأن هدفه المحافظة على كتلته النيابية المتعددة طوائف ونائب سليمان فرنجي أيضا غير قادر على الفوز بمقاعد نيابية أخرى خارج دائرة قضاء صغرطة وأصل في هذه الجولة إلى صحيفة النهار وكتبت سبيين عويس رسائل نصر الله لا تغير في المشهد السياسي المأزوم المشكلة ليست في الانفتاح على الحريري بل في عون إذا كانت المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الذكرى العاشرة لحرب تموز قد خرقت الجمود المسيطر على المشهد السياسي فهي على أهميتها لن تغير كثيرا في هذا المشهد جل ما يمكن أن تحمله تلك المواقف يذهب في اتجاه تسهيل قرار التمديد لقائد الجيش في ظل التهديدات العونية من الاستقالة من الحكومة إذا تم التوافق على هذا التمديد وإذا كان استمرار تمسك نصر الله بالعماد مشال عون مرشحا للرئاسة ليس بالأمر الجديد وإنما جديده الانفتاح على الحريري لرئاسة الحكومة وهو الأمر الذي كان مرفوضا رفضا قاطعا من الحزب فأن هذا الموقف بحسب قراءة مراجع مستقبلية ليس إلا بسبب إدراك الحزب أن المشكلة ليست في الحريري بل في عون وبناء عليه لا ترى المراجع أن المواقف مواقف نصر الله تدفع في اتجاه كسر الحلقة المفرغة التي يدور فيها الملف الرئاسي ما يعني بالنسبة إليها أن لا تهير حتى الآن في سياسة الحزب وفريقه حيال هذا الملف وهي على اقتناع بأن هذا الملف أساسا لم ينضج بعد وليس في الأفق الإقليمي والدولي ما يشي بأي تغيير في الوجهة وإلى صحيفة الجمهورية وحول العلاقة بين الكتائب والقوات ما جديد العلاقة الكتائبية القوتية أشار مصدر كتائبي لصحيفة الجمهورية إلى أن موضوع التباعد بين القوات اللبنانية والكتائب غير شخصي وليس هناك من توتر إنما اختلاف في القراءة السياسية خصوصا أن الكتائب تعتبر أن ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح عون هو ضرب لكل الثوابت التي ناضلنا لأجلها في 14 أذار معتبرا أن عون لم يغير في سياسته فما زال يدعم سلاح المقاومة وتدخلها في سوريا ما يضعه في خانة الخصم السياسي للكتائب وتساءل المصدر كيف يمكن أن نقول لجمهورنا على مدى عشر سنوات أننا ضد عون لنستفيق في اليوم الثاني ونرشحه مستغربا هذا المصدر كيف أن جمهور القوات تقبل هذه الخطوة وإلى حلب التي أيضا تشهد معارك ضارية جدا وما كتبته اليوم صحيفة الجاردين البريطانية ما من أحد سيأتي لإنقاذ السوريين المعركة في مدينة حلب مصرية والمجتمع الدولي يبقى ساكنا أمام وضع سكان حلب الإنساني المزري الوضع في المدينة متدهور جدا فهناك نحو 300 ألف طفل عالقين في المدينة ويعمدون إلى حرق الإطارات لتضليل الطائرات التي تقصفهم ونقلت الصحيفة عن المعارضة السورية تأكيدها بتمكنها من كسر الحصار المفروض عليها في حلب إلا أنها لم تستطع تأمين ممر آمن للمدنيين فيما ينفي الجيش السوري أنه أجبر على التقهقر إلى خارج المدينة معتبرة أن ما من أحد سيأتي لإنقاذ السوريين ولفتت مصادر هذه الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يحرك ساكنا في عام 2013 عندما استخدم الجيش السوري النظامي الأسلحة الكيميائية ضد أهالي الغوطة مؤكدة أنه يتحتم على الغرب واجب يتمثل بمنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في حلب لأنه في حال عدم قيامنا بذلك فأن هذه الحرب ستستمر هناك لعقود وأصل في ختام هذه الجولة إلى صحيفة البلد ومع كاريكاتور لإستافرو جبرا وهو مستوحى من عيد انتقال السيدة العذراء اليوم وفيه صورة لسيرة لبنان وهي تحمل خريطة لبنان بيدها ومساحة لبنان 10452 وبالفعل في ظل هذا التخبط وهذا الفراغ الرئاسي وهذا الفساد يبدو أن لبنان مستمر بفضل العناية الإلهية ومع ختام جولتنا على الصحف فاصل أعلاني وبعده نعود لمتابعة برنامج الحدث مع الزميلة كاترين حنة برحة فيكم الجديد مشاهدينا وتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي ساجد غير عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب الألدنية وننتقل للحديث عن قانون الانتخابات وسأنطلق أيضا من كلام الرئيس نبيه بري عن أنه يجري مشاورات ومباحثات بشكل سري منذ حوالي شهر مع تيار المستقبل وأنه لمس أنه فيه استعداد ربما عن تيار المستقبل السير بالقانون المختلط الذي تقدم به وأنه أيضا يجري مشاورات هي نفسها من أسابيع عديدة مع التيار الوطني الحر إلى ما يؤشر هذا الكلام خصوصا وأنه الرئيس بري أكد بإطار الكلام نفسه أن قانون الانتخاب هو بيضة القبان فيما يتعلق بالسلة التي تقدم بها أول شيء نتمنى يكون في هذا الحديث مظبوط نتمنى يكون فيه تطور بذلك نحن نتفع على شغله أسوأ شيء معقول يكون لللبنانيين هو قانون الستين لأن قانون الستين أو الضوحة أو البدكين الستين معدل أو شو ما كان بيجيب على قد 128 نايبل عندك يوم اليوم يعني بيكون فيه تجديد يعني على فكرة هذا أصلا ما بيكون انتخاب بيكون تمديد يعني بيكون التمديد الثالث بس لنكون متفقين وكل شيء اسمه مجتمع مدني قوى إصلاحية قوى تغييرية بالبلد مش ما بيشوفه نواب ما بيشوفه إجر كرسي فإذن هذه واحدة من المعارك يلي يمكن لازم تنخاب بوقت معين إذا شفنا أنه طبق السياسي الموجود اليوم رح تعمل كل شيء وتضحك عن الناس وتوهمهم أنه هي أصلا عمد جاجة بتعمل شيء لترجع بالآخر فردهم على الست بما فيه هلأ الكلام عن قانون المختلات؟ هلأ إذا فيه كلام جدي عن الزهاب نحن نحو قانون آخر نحن بالذات عنا طرح يلي هو الدائرة الفردية يلي حتى فيه قد عن مدى طويل لتنعمل هذا الشيء خارج القيدة الطائفة وبيقدي لأفضل تمثيل ممكن لأنه اليوم إذا بتجي بتقول أنت لبنان 128 دائرة يعني هالضايعة وهالضايعة 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 لحد بعضهم هنا دائرة حكماً رح يجيبوا مرشح بمثل الناس يلي سكنين بهذه الدائرة يعني اللي هو أفضل قانون مع شكل حضارة منه مثل القانون الأوتودوكسي عم بيجي قول كل طائفة تنتخب نوابها أو غيره أو غيره عم يعمل تمثيل صحيح لكل الناس ما في حدا في يقول أنه مظلوم لما بتزغرها لقد دائرة بيشوفون الكامل هدا عم يعمل النايب مثل كأنه شي يعني رئيس أو كأنه مختار هو هلا أسوأ مختار أو لا بالعطس بأفضل الأحوال رئيس بلدية هلأ ركيب بوسطة هو هلأ هو حتى مانو شي في عندك نواب بينزروا بينايموا بالمجلس يعني وبينتقروا بعد أربع سنين ما نقارن بين هذا القانون وبين قانون الستين عم نقارن بين هذا القانون المخترح بالدائرة يعني هلأ نايبي هلأ قريب من دائرته وبيعرف أنه أهالي الدائرة هنة يلي بيسقطوا بنجحوا مجبور يمارس بينهم هلأ نواب شو عم يعمل بيقول لك أصلا الناس اللي بالدائرة عندي رضيوا ما رضيوا آخر أما بكرة بيجي الانتخابات بيطلع بالبوسطة مع مسيو الزعيم بوصل أصلا عجبهم عجبهم مع عجبهم يوحوا ينضربوا ماكسيوم من وقت لوقت عندهم واحد بالحابس وشوف كيف ظهر لهم يه بدهم يفوتوا عم السفاشفة بزبطة معقب عملات بيركب بالبوسطة هيدا هلأ مجلس نواب الحالي هنة هنة إذا بديك معقبين مع عمليات ركبين بالبوسطة بس مش أكتب نعم بس بالمقارنة مع القوانين الأخرى جيلك جيلك نحنا عنا هذا الطرح بس هذا ما بيعني أنه إحنا مسكرين على الطروحات الأخرى نحنا مستعدين بعض المختلط طبع الرئيس بري هو أفضل من المختلط طبع 50 ب50 اللي هو نص نص هلأ بليك شو مشكلتنا معه بس بعضه هو أفضل من المختلط اللي مقادمينه إذا بديك أول شيء القانون اللي مقادمينه طيال المستقبل والقوات والحزب الاشتراكي ما في معايير موحدة وإذا بتقري تعرف كيف هذا بسموه يعني مركب بطريقة مفصل بطريقة يجيب ناس معينين يعني تجيب تقولي أنت نص نص بي نص أكتري من عدا في بشري من عدا في صيدة من عدا في هناك بتنققوا هناك بنققوا كم دير بقولوا هؤلاء اثنين مثلا بقيين على الأكتري ليه لما بدنا نخسر مع عبد الصيدة لما بدنا نخسر مع عبد بشري لما بدنا نخسر بعدين لأخر شيء كمينا وليد فيك جمبلاتي وافق عليه شو منعمل نجي عن حالة نقسم جبل لبنان أنا على فكرة في مناطق محافظات تتقسم محافظات مبتتقسم نجي على جبل لبنان يعني المنطق بيقول كسروان متن جبال بعبدة علي يشوف بس وليد بيك جمبلات ما بدوا بعبدة من ضمن إذا بدك بعبدة علي يشوف آه طيب بدنا ينضل أنا ونهاتا نحمل بعبدة نحطها مع متن وكسروان وجبال ونخلي إذا بدك يشوفوا علي دائرة يعني معمول بطريقة مركب طيب يزبط على إياس بس كمان هول إذا بنا نرجع عفوا للواقعية رح يمشي قانون جديد باللبنان من دون ما يكون مراعة كل الأطراف السياسيين الأساسيين أنا بيلك طبق السياسي باللبنان اليوم بدأ قانون السوتيين لأنه شايفوا بالانتخابات البلدية يعني قصة فيهم كلهم عم تتحدث عن كل يلا هلا كلهم وبلشك حتى من الناس بتحكيك بالنسبية بالمطلق يعني مثلا مثلا الحزب الله لما بيجي بيشوف أنه ورلا بيبعلبك صوت ضده بالبلدية 45% من بعلبك وما حدا يقل لي أنه بالآخر بالستراتيجي هول كلهم بيخط المقاومة لأنه موسيو يغي اللي ترشه على البلدية كان يحضر معنا اجتماعات قوى 14 قدار لا ما أنه بيخط بستراتيجي حتى في خلاف استراتيجي نعم لا هول ناس فعليا بالسياسي ضد حزب الله فإذا مبلش من هنا أنا أعتقد كما الحزب الله عابل وشوف نواب الطائف الشيعية معارضين لسلاح المقاومة ما بعتقد طيال مستقبل بأكتر من ماذا فرجى أو قال أنه هو ضد النسبية ولكن هلأ عم بقول أنا منتزم بهذا أنوه عال هل تقول أن الكل يراوغ في مسألة مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة حتى لليوم بيجي بيقول لك أنا باسم التمثيل المسيحي ولا ليش ما مرجع منقش الأورتوذكسي هو عارف الأورتوذكسي ما بيقطع تعمل طرح أنت عارفة ما بيقطع شو يعني يعني إن فات ما بديك يمشي شي أنا بعتقد الطبق السياسي كلها كتير عبالة ترجع تعمل عنون السياسي القوات والتيار الوطن الحر هلأ عم بيشتغلوا كتير على هذا الموضوع أنه يجربوا يقربوا وجوهات النظر ويخرجوا به رؤية موحدة وسمعنا أنه عم يتواصلوا معكم بهالخصوص من يومين أيضاً كان فيه تواصل من بعد أشياء ما حصل ولا مرّاً قطع بين وبين القوات بس المهم شو نتيجة هذا التواصل معه نحنا أصلاً وستاذ جورجو عدوان اللي عم بيتواصل مع القيس الحزب بموضوع عنون الانتخاب بأعتقد بيعني كتير منيح ما وقفنا من هذا الأنور نحنا قالنا نحنا ما استعدين لنناقش كل شي بس نحنا نحنا نجي على المختلط تب وقتاً عم تجي أنت تعملي نص الأكتر باقي على القضاء يعني متل ما هو يوم يعني عندك نص المجلس باقي متل ما هو نحنا عم نقول بك تعمل أكتر بهالنص زي غير الدوية بدك تعمل الدوية الأخرى عن نسبية عم مول عدل فيها يعني ما تقول ما تستسنى مطارح تقول والله هون وهون بيبقوا أكتر ما تشيل دائرة حتى بمحل غريب هالملاحظات اللي عم قيلك إيها نحنا قايلينها أكتر من مغا من ناقشين وبعدنا عم ناقش ونش من زمان وما حصل أي تقدم يعني بالنقاش بس نحنا عم نكون إيجابيين عم قول نحنا مستعدين نحاور مستعدين نقعد بادي جان شوف أكتر كيف بس بالآخر مهم يبين أنه في نية جدية لذهاب نحو النور آخر ويكون فيه بمحال منطق معي يعني سائد وينما كان يا وينما كان أكتري يا وينما كان نسبي يا وينما كان نص بنص يعني يكون فيه شيء منطقي ما فيك تجي تقولي هاي هون بعمل هونيك آه بس هون عنا ما عفين بدنا نقطعه هيت لنزبط له هاي دي مانا طريقة تعمل عنوان انتخاب أنا بتمنى نوصح عنوان انتخاب جديد وإلا رح نرجع بالليك رح نكون مددنا على بحال هلأ حزب الكتائب عنده هاجس الثناء المسيحي يعني نعم حزب الكتائب ما عنده هاجس حزب الكتائب عنده هاجس مصلحة لبنان وأصلا المصالحة اللي حصلت مش بس منها هاجس المصالحة اللي حصلت هي أحسن شيء كان معقول سيدة المسيحيين من ثلاثين سنة إلى اليوم نعم ولكن الاتفاق يعني المصالحة التحالف يعني هو يلي بشكل هيدا الهاجس وربما هو يلي هلأ المحرك الأساسي لكل مواقف في الكتائب اللبنانية بالفترة الأساسية نحنا بنعرف لأنه ما في مصلحة يكون فيه فريقين مسيحيين أساسيين ما بيحكم عن بعضهم أو عندهم عذاق تريخي أو أو نحنا سعينا من مدى 30 سنة اللي قطعت جرب نقرب وجهات النظر بين التيار والقوات لأنه هيدا المصلحة المسيحية والوطنية هيك تقتضي وهيدا التقارب نحنا مش إنه بيزعجنا ولا حتى نوتر نحنا كنا منتمنى ومبسوطين فيه هيدا شي هلأ التحالف السياسي نحنا منى فيه ليش لأن نحنا منى مقتنعين مثلا بالترشيح العماد عون وهذه المواضيع عم تتناقش يعني مثلا نحنا اليوم من ملتقى مع القوات بنحكي به المواضيع بنحكي بالترشيح العماد عون نحنا بنعطي وش يتنظرنا بنقول أن نحنا منلاقي ترشيح العماد عون اليوم شغلة غلط لأنه حجرنا على محور لأنه نحس كمان ما بدنا كمانا ننكر أنه كمانا فيه هاجس عند الكتائب من هذا الاتفاق من الناحية الانتخابية من الناحية الشعبية المسيحية من ناحية الحضور على الساحة السياسية من ناحية الحضور على الساحة الشعبية والسياسية نحن بس مسيحيا مسيحيا شعبيا ووطنيا اليوم لما تطلعوا من الحكومة لما تصيروا اليوم باتجاه معين كل شغلكم يصب بالانتخابات النيابية المقبلة هذا يعبر بشكل وبآخر عن قلق معين وربما يكون المصدر الأساسي لهذا القلق هو اتفاق طيار الوطني مع القوات البلدية هكذا نحكي مظبوط نحن مشكلتنا اليوم ما بقى تمين متحالف مع مين نحن مشكلتنا اليوم أنه مثل ما ناشين لبنان كله رايح يعني أنا بقال لي حيكي بصراحة أنا ما بهمني حزب الكتائي بتكون أوضاعه ميحة والبنان فارغ يعني ما بقى في شي أصلا يعني أنت أصلا مش أنه ما بقى عبالك تعمل وزير بل بلد ولا عبالك تعمل نايب اليوم تسعين بالمئة من اللبناني ما بقى عباله يبقى بلبنان يعني أساسا بيكتعمل نايب عمين ووزير عمين وشو أصلا بقى من الدولة وحتى اللي بتجي عمل جئيس بجي عمل رئيس عمين وبي جي عمل وزير بجي عمل وزير عمين بس أنتوا هلا عم تشتغلوا انتخابات عم تحضرني مش صحيح ما بيهمكن ما في حزب لبناني اليوم ما بيهمهموا بيشتغل انتخابات بيهمك توصلي لتوصلي أفكاري بس توصلي عكس أفكارك ما لجنس الطعام يعني أنا أنزل بليفكر أنا هيك مثل ما أنت عم تقولي بقول خياليوم خليني ما أتخانق مع أحدا بيخد نايب من هون بالتحالف مع مدرمين بيخد نايب من هون بالتحالف مع مدرمين بططب للصنائية بقطع معه النواب يلي أصلا اليوم عم يفكر بعدد النواب ما بيخرج من الحكومة ما بيطالب بالإصلاح ما بيرفع دعاوة من أعمار ما بيعمل معركة عم طمال برش عمود بعض بيشوف أنه أنتو عم تتصرفوا من المنطلق أنه هذه الأمور قد تكسب حزب الكتائب اللبناني شعبية معينة يعني هذه الأمور بتهم الناس أنه عم تلعب ونظر المعارضة رحتوا خارج الحكومة رحتوا إلى الحراك المدني ستوا أشبه بالحراك المدني هذه التهمة مش بس بقبلها هذه التهمة بقبلها وبنبصت فيها لأنه كمان الطبقة السياسية تعود في لبنان أنه إذا أنت مثلا بتعملي أو بتقول اللي بديين الناس بتكون أنت شعبوية وهيدا شي مش منح إيه بس توقيتها بس توقيتها يعبر عن قلق معينة نتيجة معطيات وتطورات معينة لا توقيتها بفرج حالة الهريان اللي وصلنا لها يعني اليوم نحن وصلنا على الحكومة بحصة ويزارية كبيرة شفنا أنه اليوم حتى بحصة ويزارية كبيرة ما حدا عباله يعمل تغيير ونحن ما بقى نلاقي حالنا مع هالناس اللي قاعدين على الطاولة وصلنا محال سألنا حالنا أخي نحن شو بيجمعنا مع الناس ما بنختلف نحن بكل شي يعني أنت قاعد بحكومة بيطلع رئيسة بيقول لأن نحن هلأ عم استعملوا شعار بس الكابيرايت لرئيس الحكومة مش نحن نختار عنه بيجي بقول هيدا حكومة هيدا أفشل حكومة وأفسد حكومة وهيدا حكومة تمرق لتمرق لك تظهري مننا بقول لك كيف ظهرت من الحكومة كيف هي رئيس الحكومة عم بقول هيدا أفشل وأفسد حكومة كفوا قصة تنصيبة النفايات حطينا فيتو وقفت إجوا بدون يعملوا تعيينات بقيادة الجيش غريبة عجيبة حطينا فيتو وقفت إجوا قالوا لحظة يدوخي شونا عطينا نحق الفيتو لابي خلونا ننصب لابي خلونا نركب تربيش لابي خلونا نعمل تعيينات عدلوا بالقلية قد ما بدك فريق بدك فريقين يوم صرت تعمل مكوينين حتى بركض نجبنا شيء وزير مستقل لابدك مكوينين لما شفنا بالآخر أنه صار تمرقلي تمرقلك يعني هيدا بيعترض على المطمر هيدا بيعترض على سات جنة هيدا بيمرقله سات جنة هيدا بيمرقله المطمر بيمشي لحن بيختفه كلنا نعم ساعتها بنا دارنا الحكومة مطرح قدرت توقيف الأمور ما عادت قوي ومتلت ما وعدتك أنا من تلتشن على الطاولة تلتك رح نلبس جينز و تي شيرت ولقونا على الطريق رجعنا على الجينز و تي شيرت ولقونا على الطريق نعم حتى نكمل بس بقانون الانتخابات إذن أنت شايف أنه كل هالكلام مضي على الوقت أنا بتمنى ما يكون ما في قانون الانتخابات الجديد إذن نحن أمام خيارين إما العودة إلى قانون الستين وإجراء انتخابات نيابية بمعادة وأما تمديد الثالث للمجلس النواب الحالي وهن برجع بشدد على هذا المطلب دعوة الهيئات الناخبة بتصير قبل بستة شهر من الانتخابات نحن اللي عم نقوله والله نحن عبالنا الدارة الفردية وإيكس عباله المختار وإيجراج عباله الأرتودوكسي وزاد عباله وبعرفش كل واحد عنده الانون من ناقش ومنشكل اللي جين ومنقعد ومنعمل حوال نعمل بتكون بس منقول والله بش ستة تسعة منفوت على المجلس منحط الأوانين اللي بعدها مطروحة منصوت عليها والانون يلي بينكر منخوض انتخابات عقاسة يلي هو المنطق الطبيعي بالدني بالديمقراطية برأيب ما رح يصير هالشي ما رح نوصل لها نحن رح ندفوش لا يصير هالشي وكل الطبقة السياسية اليوم قدام محكمة الناس تقررون قانون انتخاب لأن إذا ما قررتوا قانون انتخاب من بعد كل هالنقاش يعني ما عندكم نية يعني بدكم جادوا دروا حالكم يعني عم تجوا تقولوا لكل الناس نحن حاكمينكم مش عجبكم بلطوا البعض إذا رحنا على قانون الستين أي مصير ينتظر لكتاب اللبنانية في ظل التحالفات للمستجدة هذا بديك خيار الناس يعني نحن عم نجي نقولوا نحن منا ملاقين حالنا بقى بالتركيبة بس هذا مش معناتها نحن مش هنكون بولا تركيبة واخرى لحقلك مين حلافاء أنا رح يكونوا من هلأ بعرفهم أنا مش بالأسامة بالصفة كل شخص عباله ينطفد عن نفسه بالأول لأنه مظبوط نحن كمان جزء من الطبقة السياسية نحن اليوم عم نطفد على حالنا وعباله ينطفد على الأمر الواقع وعباله يوقف يقول إيه رح يسرق ما هيك هيك كلهم بيسرقوا ولبنان طول عمره هيك ولا مرة أصلاً اللبنانيين تخبوا رئيس يلي هن كلهم هور كذبات هل أد خايفين من أتفاق القوات والتيار ما قالوا عليه أتفاق القوات يعني لو ما حصل هيدا الأتفاق كنتوا أنتوا رحتوا هل أد بعيد بسيك سؤال نحن شو ما نحن نفوت بالأتفاق أو كنتوا فتوا بتحالفات نحن شو ما نحن نفوت بالأتفاق يعني البعض بيشوف أنه إذا مشيتوا فيه رح تعتبروا حالكم ملحقين ورح تاخدوا يمكن الحصة يلي هني بيخلو لكم إياها بعد ما يكونوا هني أكلوا حصة الأسد بس عندك حصة مضمونة نحن ما بدنا حصة مضمونة نحن ما بقى هممنا نرجع نوصل على شيء بيش به الموجود اليوم نحن بالآخر منا سياسيين أنا بجابلك أنا منا سياسي أنا زالة نبقوا عبكرة بروح على الشغل عادي ثلاثة ربيع القيادة بحزب الكتائب اليوم بتروح على الشغل عادي بترجع عشية على البيت عندها نفس الهموم عمتفاكر كيف تدفع قصة المدرسة كيف بديمشي شغل أبوكرة نحن منا سياسيين ما بقى ملقين حالنا باللي عم بيصير اليوم بالبلد يا عن جد بدنا نعمل تغيير يا عمرة ما تكون شو إلا تعملي تعملي وزير بالدولة فجلة شو إلا تعملي تعملي وزير بحكومة ما بتعمل موزنة آخر عشر سنين وزير شو إنت أصلا شو قلوم تعمل لك بتجي وزير شو ما كان شو ما كان بيجي واحد بيهتم بالكهرباء من عشر ستين 24 24 عم تجي ساعتين الكهرباء شو إلا تعملي تعملي وزير اليوم باللبنان شو إلا تعملي ما تعملي ناية بمجلس ناية ما بيشمع وإذا اجتمع ما بيقرر وإذا أقرر أصلا عندك أساسا عندك فريق مسلح في يلغي حي الله قرار شو ما عملتك وإنت عندك أمل استثاج أنه هيدا التصرف اللي عم تتصرفوه رح يقدل تغيير يسمح لكم بعدنا تواجهوا اللبنانيين وترجعوا تشاركوا بحكومة يعني عم تحكي بأمور لكل اللبنانيين تحتاج لسنوات وربما مش مزبوط يعني مئات السنوات لكي تصطلح الأمور في لبنان يلي شفناه بالانتخابات البلدية ببيروت مؤشر مهم على أن الناس قرفت شو يعني معاولين على الحراكة المدر معاولين على كل مواطن لبناني عباله يسور على نفسه ويسور على الأمر الوائع هو هون بس بتهمني يا شغلة فيه يكون حزبة لأنه كمان يجب محال بحراك المدني أنه الأحزاب كلهم ما بيسوا لا فيه يكون حزبة أو فيه ما يكون حزبة فيه يكون مسئل فيه يكون مسيحي فيه يكون مثلي فيه يكون شب فيه يكون صبي كل واحد قرف من الوضع الحالي هو حليفنا كل واحد لأنه حتى اليوم كمان إحنا منا لحالنا والله إدي سين بالدني أنا عم بسمع أنه في كتير محالات بكتير أحزاب فيه يوم مراجعة لكيف كانت هذه المسيرة يمكن نفس الأحزاب تيجي تقول نحنا أخطأنا هون وهون وهون وبدأ نغير طريقة العمل نتحلف معهم نحنا ما عمل شيء تنحدث بس كل واحد بده يجي يقول والله الأمور بده تكفي هيك لبنان طول عمره هيك بسرق لأن كلهم حرامية بعطل لأنه طول عمرهم بعطله هو خسرنا كل واحد بده يصور على ذاته بده يعمل تجربة جديدة بتحضري أخبار كل يوم بتشوف اللبنانيين بالعالم عم يعملوا أسس بتاخد العقل حكمة موسيقيين مخترعين شباب عم يعملوا ستارتبس عم يعملوا بيرجع بيجيك الطبقة السياسية اليوم عندي كواحد مسؤول مسكر حنا فيه موض يفتح له الانترنت بك يا خي كيف بعد بيك تعيش مع الناس كيف خلص خلص عرفنا بدنا نغير بقى طريقة العيش بهذا البلد منتابع بالقسم الأخير من هالحلقة مبعد الفاصل خليكم معنا نتابع هذه الحلقة مشاهدين مع ضيفي سارج داغر عضو المكتب السياسي في كتائب اللبنانية وقد وصلنا إلى القسم الأخير معك سارج أتحرك باتجاه مكب بورش حمود طبعا نزلته ومنعته الشاحنات أشاطون مفتحة في مواجهة مع القوى الأمنية سقطت جرحة أيضا يعني بهذه المواجهات إلى أين تنوون الوصول بهذه المواجهة إلى الآخر من وقتا قلنا نحن إنه خي هيدا قصة المطمر مثل ما أنتم عم تفاكروا تعملوه ما رح تقطع هلأ يمكن كمان بسالة المفترة أنه ما نمعاودين أن حدا يقول شغلة ويعملها يعني مثلا قلنا إذا قلنا حتكف في عيك رح نخرج من الحكومة ما حدا بركز طوع خرجنا جينا قلنا هذا المطمر مثل ما أنتم ماشيين فيه اليوم ما رح يقطع وقلنا لما تعهد قلنا بس ما حدا تأثر واليوم يمكن هيدا هيدا تأثر أنا هلأ مش قادرين يعني يعملوا مطمر شايفة بلا تأثروا لأنه أنا أدغري وقتا بتفوت على الدولار عم بحكي كخروج وقتا بتفوت كومبين هاي بداية هاي بشو بتقدي بتقدي أنك اليوم قعد على المطمر يعني الجماعة اللي كانوا أصلا عم بيركبوا التركيب يشيل الطربوش حطوا هون عرقل كل حلول اللي بالآخر توصل لمحرقة مركزية المصريات كنا عم نعملها من سوكلين آخر شي بنرجع عم نعملها من المحرقة وقتا بتدقي بالدولار لا كله بيتأثر لا يتأثروا أكتر كنا واضحين قلنا مطمر يعني بحمل الكيس من تحت المجلة مع جايتو مع الأورجانيك ويست مع قرفو مع كل شيء أو شيء الكيس زباني من المستشفى مع إبارو مع إدويتو بحملو وبكبو بالبحر مش حتسير عرجع لكم خيسمعونا منيح أي كاميرا بتضغب مش حتسير استوعبوا ما حتسير بيتكن تعملوا مطمر هون أو غير محر بتبلشوا بالأول بتعملوا دراسة أسر بيئة تعملوا معمل فرز وما حدا يقول أن هؤلو حلول صعبة وبدت نحن ببي كفية وضوحية بثلت شهر بثلاثين ألف دوار بثلاثين ألف دوار أعملنا معمل فرز بكل ضواحية بيكفية بيجي الزبالة بتشيل البلاستيك وبتخذيها على قاعدة تدوير بتشيل الكرتون بتخذيها على قاعدة تدوير بتشيل الحديد بتخذيها على مصادر بتشيل الأورغانيك بتوزعيها على المزايا آخر شي بيبقى العوادم يلي هو شي ما بيضر يلي هو حجرة من ورشة يلي هو خشبة يلي هو حديدة هيدا يلي بيشكل يمكن عشرة بالمية من حجم الزبالة بتتمرو بتتمرو بكسارة ترجع بتعملها جبل أخضر من بعد ما يحرق الدين الجبل الأخضر ولا يمكن بتحطو بحود مع دراسة بيئية مع مامبران مع كذا هيدا بيصير فيه أخذ وعطط نعم مش بكرة ليحلول أنا عملينا عمليك شو عم يعملون ناطريننا لنواجهن ليخلوا الزبالة على الطريق ليوحي يقولوا لأنا شفتوا الكتائب وقفوا الزبالة يعني برأيك رح يتوقف العمل أنتوا رح قادرين عندكم نحكي هون العدد وما رح يمشي لعما يخافوا علينا نحنا أصلا وهنا ما عم يفهمون نحنا كيف نوصل الضغري نحنا رازدينهم وعم نصورهم وعم نرقبهم كل ما بيحطوا شيكوش أو بيفوت كم يوم رح يلقونا لأن شفنا سيديقا لأنا عم بسألك وعم بشكك ليه يعني فيه مثل روح تشكيكية بأسئلتي بهالموضوع لأنه شفنا تجربة الحرك المدني مؤخرا وقدي يعملوا وقدي يكنت القضية محقة وقدي يكنوا كل اللبنانيين معهم ورغم هيك رجع مشي مثل ما بدون السياسيين ومثل ما بدون الرؤوس الكبيرة يعني اليوم أنتوا لوحدكم في هذه المواجهة بدا نوقف نحكي عن الرؤوس كبيرة بتبدأ الرؤوس الكبيرة بالتصنيف اليوم لازم تتدحرج هذا لازم سي ما بقى فيه رؤوس كبيرة بدكن تعملوا شي علمي ومرتب وبروفيسيونال نحن شرق كاكم بدكن تشيلوا الزبالة تكبوها بالبحر عنا نحن أعدائكم نفسي لك شغلي لكن نحكي من الآخر كل السياسي كل السياسي ما عاد ألا تعمل تعافش بهم اللبنانيين اليوم أنا أخي ليه اليوم معنا حضرتك كل نهار منشوف دعايات سفرات ع تركيا سفرات ع اليونان وقتها منسافر ع تركيا وعيون شو منعمل بتروح بتاعدها حشط البحر أكبر إيكونومي وأكبر سايكل هو السياحة شو بيعمل بيجيبوا بواخر خشب وبيخدوك تعمل كسدورة وتغطسي وتعمل بربيكيو وكذا في شعب طبيعي بالعالم في دولة بالعالم عندها 220 كم على البحر بدي بس هيك واخدي كسدورة من بور بيروت لطبي تعافشوا فيه في جبل الزبالة عبروش حموم فيه كسخنات فيه مصلخ يا خي أنتوا شعب طبيعي أنتوا دولة طبيعية معقول بلد قادر يا قادر 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 نحن اليوم أنت حضرتك في الانترنت اللي عندي كيه بالبيت ولا أنا عندي إيه يالي إيميل ما فيه يوصلي أنت قادرة تفتح إلى كل الناس انترنت قد ما بدك الدولة اللبنينية كونس يا ماما بوعية مسكرة حنا فيه الانترنت خي بعدين منقول اللبنينية عم يفلق شو ما حتى التالي الناس ما بقى فرقانة ما عاشين ما بقى فيك خي تعمل اليوم أنينة الماء بمطار بيروت بعش تلاف وتقول لي ما فيه سواح والزلم اللي مستلم ديوتي فري بمطار بيروت كونترايته خالص من سبع سنين أو من ثماني سنين ما فيك تعمل مطمر هيك متل ما أنت عم تحكي ما فيك تبقى موقف في الانترنت عن الناس ما فيك كل ما عبالك والله يكون في حزب في لبنان قارد وقته بده يعمل حرب بعدين نقول ليش شركات الأجنبية ما عم تجي تستثمر في لبنان هذا اللي بدون يقول لبنيين لبنيين ما سألينين مين بيجي الرئيس ومين تخانق معمين ومين صالح معمين خلص بدنا طريقة جديدة لإدارة لبنان بدنا فكر جديد بدنا شباب جديد طلع ناس يتمسخروا أنه والله نادين لبكي بتعرف دير بلديد بيروت بيك يا خي بلقى لي نادين لبكي ما بتسرق بك إذا ما عملت شي ما بتسرق إذا ما نفعت ما بتضر نادين لبكي بتعرف أنه ما بقى فيكم تعطوا رخص عمار على البناية بناية وكل واحد بيعمر مثل ما بده وما تخليوا شجرة بلبنان يعني أنتوا بالمرحلة المتحدة لاحين إلى جانب الحركة المدنيين لا تقفشوا أخطر شغلين نحنا جماعة دي فانة عن لبنان من 80 سنة تعفشوا أكبر خطر على لبنان يبطل لبنان حلو يسير لبنان بشع ما حدا ما حدا بيموت كرمال شي بشع قد ما عم يبشعوا لبنان عم بيقصوا الناس ما بقى حدا معني اليوم تقعد مع شاب عموها 20 سنة بتقيلوا لبنان بيقليك بقى لبنان ليه لأنه إذا بقعد بلد الزلم لا في انترنت ولا في شغل ولا في شجرة ولا في مي ولا في كهرباء ولا في بعد ما يتقيلوا بكتموت كرماله نخيل لا ما رح يموت كرماله طيب شو قطورتكم المقبلة بها هيدا المشروع اللي عم تشتغلوا عليه ضد أسلات النفايات يعني ما كبرش حمود ما هو قد ضيع وقت مطمر مرش حمود مثل ما هني عم يعملوه اليوم ما رح يقطع بدكم تعملوا شي تعالوا نحكي بمعمل الفرز فتحوا مناقص على معمل الفرز وإعادة حدا تواصل معكم لبعدها التحرك اللي صار خي هني ما بقى أنا مثلا حدا نتصل فيكم حدا نتصل بنا لا ما نقصر صارت تكبيل رأس أنه هني هنطين إذا نحن رح نتعب برئيسة التائب مثلا نقب سامي الجمال حدا حكي معكم تواصلوا مع المؤقتل بس هني هني متوقعين هني أخذينها التكبيل رأس أنه قدين نحن رح نضاين هني أصلا شو عم يعملوا من الأول عم بيعرقلوا كل حلول أنت كل ما بتجي تطلعب حال بيعرقلوا آخر شي جا عيشوا يقول لي كتاب تعرف شو نحن نعمل محرقة مركزية تحلك اللي سبالي مين جامعة المحرقة نفس البوطة طبعا اللي كانت قبل خيلا ما بقى يمشي هذا شي ما بقى يمشي هذا شي خلاص خلاص في شي بلبنان بقى معركتكم في الشارع وصولا إلى الانتخابات النيابية إن شاء الله المقبل هنبدأ شرح هدولك معنا اليوم شكرا لك عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية ألا وصلت فيكم جديد أيضا شكرا للمتابعة مشاهدينا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة